رغم اتفاق الأطراف الليبية بيموجب ملتقى الحوار السياسي على إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية يواصل النظام التركي إرسال المرتزقة السوريين التابعين له إلى هذا البلد المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد أن النظام التركي أرسل خلال الأيام القليلة الماضية نحو ثلاثمائة وثمانين مرتزقة من عناصر الفصائل الإرهابية التابعة له في سوريا إلى القواعد العسكرية التركية المنتشرة غربي ليبيا المرصد أوضح أن المرتزقة التابعين للنظام التركي يعانون أوضاعا صعبة في ليبيا على خلفية عدم حصولهم على الأموال المتفق عليها لقاء ذهبهم إلى هناك وبحسب المرصد فإن عملية خروج المرتزقة من الأراضي الليبية متوقفة منذ الحادي والعشرين من الشهر الماضي لافتا إلى أن الدفع التي غادرت الأراضي الليبية منتصف الشهر الماضي لم تدخل المناطق المحتلة من سوريا حتى اليوم في السياق ذكر المرصد أن فصيل العمشات الأرهابية التابعة للاحتلال التركي يجهز دفع من عناصره في مدينة عفرينة المحتلة تمهيدا لإرسالهم إلى تركيا دون أن ترد معلومات عن وجهتهم بعد ذلك لكن يعتقد أن تكون الأراضي الليبية ترجمة نانسي قنقر